اهلا بكم قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ان صولة الطوفان الاقصى هي واحدة من المعارك الفاصلة في تاريخ الصراع على فلسطين لاثارها الاستراتيجية التي ستتركها هذه الصولة على الكيان الذي اقام بنيانه على آلة حربية ارهابية واكد القسم في تقريره السياسي الدوري عن معركة الطوفان الاقصى ان هذه المعركة بددت الخوف وازالت الوهم من خلال النيل من الكيان الصهيوني عسكريا لهذا كله كانت ردود الفعل لا سيما الغربية منها بالغة الدلالة على حجم الضرر الذي اصاب هذا الكيان وقال القسم السياسي ان اهل غزة يتعرضون منذ اكثر من شهر الى حرب ابانة جماعية لارهابهم وتهجيرهم قصرا وعلى الرغم من المأساة الواقعة في سكان غزة فان معركة الطوفان الاقصى احدثت خرقا كبيرا في جبهة العدو وانتزعت منه ما يدعى بالامان المطلق عن طريق اقامة الجدار الاسمنتي اما ايران فانها قد سقطت في هذا الاختبار فهي ولعقود مضت تتبنى خطابا يركز على دعم المقاومة في المنطقة وتتخذ من ذراعها الاهم في المنطقة حزب الله وسيلة للترويج لهذا الدعم فضلا عن توافقها مع الاحتلال امريكي العراق والذي اتاح لها ان تبرز قوى اخرى وتطفي عليها صفة المقاومة الموهومة وهي ميليشيات قامت لدعم المجهود الحرب الايراني ثم الامريكي قبل ان تتحول لما يسمى بالمقاومة الاسلامية التي تدار مباشرة من ايران وحزبها اللبناني التقريد السياسي الدوري لهيئة علماء المسلمين في العراق عن معركة الطوفان الاقصى هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة الخاصة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة الاتية لماذا ينظر الى معركة الطوفان الاقصى على انها واحدة من المعارك الفاصلة في تاريخ الصراع على فلسطين مع الكيان الصهيوني وما سبب هذا التداعي الامريكي والغربي منذ اللحظات الاولى لانقاذ الكيان الصهيوني ومحاولة تعزيز روحه المعنوية وتثبيت اركانه التي تداعد خوفا ورعبا وكيف اثبتت معركة الطوفان الاقصى ان الميليشيات في العراق تعمل ضمن اطار التفاهمات الصهيونية مع حزب الله او ما تعرف بقواعد الاشتباك وكيف اسقطت هذه المعركة ايران في هذا الاختبار وعرش شعاراتها وما يسمى محور المقاومة واذرعه وميليشياته في المنطقة ضيف الحلقة الخاصة هو الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في عية علماء المسلمين في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث في التقرير السياسي الدولي للقسم السياسي في عية علماء المسلمين في العراق عن معركة طوفان الاقصى في قطاع غزة في فلسطين ضيفه هذه الحلقة الخاصة ودكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في عية علماء المسلمين في العراق مرحبا دكتور بك معنا في الحلقة اهلا مرحبا دكتور جاء في التقرير السياسي والحقيقة الكثير يؤكد على ان معركة طوفان الاقصى هي واحدة من المعارك الفاصلة او المحطات المهمة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي الصهيوني على فلسطين مع الكيان الصهيوني وداعميه لماذا ينبر لها على انها معركة فاصلة بسم الله الرحمن الرحيم نعم هي معركة فاصلة لاسباب عدة نعم السبب الاول هو طبيعة المعركة كلنا يعلم بانه الكيان الصهيوني يستهدف الفلسطينيين بين مدة واخرى وتحديدا في قطاع غزة ويحاول ما استطاع استئصال المقاومة في القطاع وحدثت معارك كبيرة وواسعة جدا في سنوات عدة سابقا اذكر يعني في سنة 2008 معركة استمرت ايضا قرابة الشهر وفي عام 2014 وهذه المعركة الكبيرة الثالثة فضلا عن معارك محدودة وصغيرة على مدى سنوات الماضية فطبيعة المعركة الان هو السعة هذه المعركة الزخم الكبير الذي حصل فيها من الطرفين ثم مبادأة المقاومة الفلسطينية بالهجوم وكسر حاجز الكيان الصهيوني المحيط بغزة هذا الحاجز الدفاعي الكبير الذي يذكرنا بما كان يقال عن جدار برليف في حرب تشرين الأول عام 1973 مبادأة حركة حماس تحديدا ومن ثم الفصائل الفلسطينية المقاومة الأخرى بالاشتراك معها في اقتحام هذا الجدار الأمني الشائك والهجوم على المستوطنات والمستعمرات الصهيونية ومهاجمة فرقة غزة وإحداث هذا الكم الكبير من الخسائر وكسر هيبة العدو الصهيوني وقتل عدد كبير من مقاتله وأسر عدد كبير لأول مرة يحصل في تاريخ القضية الفلسطينية أنه تأسر المقاومة هذا العدد الكبير جدا طبيعة هذه المعركة هذه التفاصيل تضفي عليها هذا البعد الاستراتيجي المهم الأمر الثاني هو أنه كشف عن أن الكيان الصهيوني كما كنا نقول ويقول كثيرون بأنه طليعة العدوان الغربي في المنطقة فقد تدخلت أمريكا ومعها الغرب جميعا لحماية هذه الطليعة لحماية هذه الأدات التفتيتية في وسط الأمة لأنه أحس بأنها في خطر أن المعركة الآن هي معركة وجود حقيقي للكيان الصهيوني وليست معركة كباقي المعارك الماضية وهي معارك صراع محدودة وفي سياقات زمانية ومكانية وعسكرية معينة البعد الثالث أنها كشفت عن العدو الحقيقي الكيان الصهيوني هو عدو الأمة قضية الفلسطينية هي قضية الأمة الرئيسة من ضمن قضايا أخرى كثيرة جدا ولكن كشفت هذه المعركة عن أنه الكيان الصهيوني هو وكيل لعدو كبير الأمة على مدى الزمان وإن للأسف خفي هذا على كثير من الناس العدو هو الولايات المتحدة الأمريكية وقد أسفرت الولايات المتحدة الأمريكية عن عدائها بشكل واضح وصريح وهي تؤلب العالم الغربي من أجل يقف معه لحماية الكيان الصهيوني وللتغاضي عن جريمة الإبادة الحاصلة في غزة منذ ستة وثلاثين يوما هذه الأبعاد الثلاثة فضلا عن ذلك إعادة القضية الفلسطينية قضية القدس قضية الأمة المظلومية الفلسطينية الإبادة الفلسطينية أعادتها إلى الواجهة العالمية سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو غير ذلك هذا التعاطف غير المشهود سابقا إلا في سنوات متقدمة عندما كانت القضية الفلسطينية تحظى بالدعم الدولي في السبعينات والثمانيات وإبداية الثمانينات فإذن هذه الأبعاد جميعا تضفي على هذه المعركة هذه الأممية الاستراتيجية التي تحدث عنها التقرير السياسي للقسم نعم أيضا جاء في التقرير أن معركة الطفان الأقصى ساهمت مساهمة كبيرة في تقويض فكرة الردع الصهيونية ووهم القوة التي لا تغلب أو تقهر ومرهوبة الجانب في المنطقة كيف ساهمت في تقويض أو نسف هذه الفكرة فكرة الردع أو الخوف أو القوة المرهوبة الجانب التي لا تقهر طبعا القسم من الجواب السؤال الأول له علاقة بهذا الموضوع وهو مبادئة الفلسطينيين المقامة بالهجوم وهذا الهجوم الواسع ومن ثم اختراق هذا الحاجز الأمني الذي كان يظن أنه لا يخترق وفق الإمكانيات التي تذكر عنه والمعروفان فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن المعركة مع الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لأرض فلسطين وحتى اللحظة هي معركة ردع وإذا تذكر كان في سابقا الدول العربية تستخدم هذا المصطلح ثم بعد ذلك توريك وما إلى ذلك ثم جاءت مرحلة الصلح مع الكيان الصهيوني ومرحلة التطبيع وغيره الردع هو منع الخصم منع العدو من أنه يتجاوز عليك أحيانا هذا الردع يحتاج إلى أن تبادئه وأنت بالهجوم وهذا ما حصل في معركة تشتيني الأول 73 عندما هاجمت القوات المصرية ومع القوات الدول العربية الأخرى الأراضي المحتلة وستطاعت استرجاع جزء كبير من سيناء بعد اختراق الجدار البرريف الذي كانت تنسج حوله نفس القصص التي تنسج حول الجدار الأمني حول غزة ومستعمرات غلاف غزة حصل نوع من الردع ذلك الوقت نوع من التوازن للأسف الذي انتهى باتفاقية كام ديفيد الآن الكيان الصهيوني عندما يهان بهذه الطريقة عندما تتضرر قواته العسكرية بهذه الطريقة عندما تستهدف قواته هكذا ويظهر جنوده وضباطه يقتلون ويؤسرون ويسحلون ويبكون وما إلى ذلك كم الخسائل الكبير الحاصل حتى الآن في الصفحة الأولى وفي الصفحة الثانية صفحة المعركة وقبل قليل كنا نتابع خطاب أبي عبيدة وعندما أعطى حصيلة للدبابات والآليات التي تم تدميرها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية هذه كلها معطيات جديدة أعطت صورة أخرى غير الصورة السائدة والشائعة والتي يحاول كان الصهيوني وقالت الإعلام الغربية ترويجة وأنها القوة التي لا تقهر القوة التي لا تغلب لا استطاعت مقاومة وليست جيوش دول عربية وإسلامية أن توقع بالعدو هذه الخسارة الكبيرة فما بالك إذا كانت هناك معركة مفتوحة وواسعة وتشارك فيها جيوش أمام الكيان الصهيوني وهذا أيضا أكد نظريات سابقة هي واقعية ولكن كان العرب وكثير من الناس يلتفتون إليها ولا ينتبهون وأذكر هنا تحديدا لأنها تعبر عن الواقع الحاصل الآن بما قولت محمو الشيط خطاب رحمه الله في أواخر الستينات عندما تحدث عن أسباب هزيمة العرب وقتها في سنة سبعة وستين حرب سبعة وستين خمسة وحزيران قال بأن الكيان الصهيوني عبارة عن وهم إذا كانت هناك إرادة قتال حقيقية لدى العرب والمسلمين نستطيع أن نفتح فلسطين وحرر فلسطين من خلال السير إليها فقط يعني بأقدامنا نستطيع أن ننهي الكيان الصهيوني ماذا يقصد هو؟ يقصد الزخم الكبير والحشود الكبير التي تدخل تصور الآن لو كانت الحشود التي دخلت في يوم سبعة وستين الأول إلى غلاف غزة سواء كان من المقاومة أو جهات ساندة لها بأعداد أكبر وإمكانيات أوسع وأكثر كان تحقق الاتصال مع الضفة الغربية وكانت حرارة أجزاء كبيرة جدا من أراضي فلسطين المحتلة وكان فرضت المقاومة مرواق على الأرض لا يستطيع لا أمريكا ولا الكيان ولا الغرب تفادي مآلاته وتداياته نعم الحقيقة لوحض وسجل وإذن التقنية سجل هناك هرولة أو تداعي غربي أمريكا وبعض من دول الاتحاد الأوروبي إلى زيارات الكيان الصهيوني دعم بالطبعا متعدد دعم سياسي في مجلس الأمن ليس هناك من قرار مرر هناك دعم عسكري رئيس الوزراء البريطاني جاء بطيارة محملة بالأسلحة وضوء أخضر للإبادة هل تعتقد أنه فعلا الغرب وأمريكا كانوا يعتقدون أن الكيان الصهيوني في تهديد وجودي هذه المرة ومن الممكن أن يجهز ويقضى عليه لذلك كانت هذه الهرولة أو التداعي الحقيقة ربما قليل مسبوق يعني قليل جدا غير مسبوق نعم بهذه الطريقة غير مسبوق لو لم تكن لديهم هذه القناعة لما جاءوا ليس على فرض زوال الكيان الصهيوني مباشرة وإنما مجرد إعادة ترتيب الخريطة على الأرض إعادة ترتيب أولويات المعركة وجود هذه الإرادة القوية للقتال وإحداث هذه النكاية في العدو في الكيان الصهيوني ومن ثم خرق أهم حاجز دفاعي لدى الكيان الصهيوني يشكل خطرا على وجود الكيان إن لم يكن في هذه المعركة ففي معارك قادمة فالغرب أحس تماما بأن معادلة القوة قد اختلت أن الحرب بين الكيان الصهيوني والأمة جميعا باعتبار أنه المقاومة الإسلامية في فلسطين هي طليعة الأمة في المعركة وأقرب الناس للكيان الصهيوني أن هذه المعادلة ستبدأ بالتغير يوما بعد يوم وأنه إذا لم يتدارك الكيان الصهيوني بهذه السرعة ويقفون معه لن يصلوا إلى النتائج التي يتمنونها وأنه هذا الواقع على الأرض سيفرض على الكيان الصهيوني وعلى داعميه الغربيين شروطا جديدة ما كانت معهودة ولا سيما أنهم كانوا يمنون النفس بقطف ثمار التطبيع الذي قطعوا فيه مراحل كبيرة جدا فإذا بهذه المعركة تأتي وتعيدهم إلى يعني أو تجبرهم على الأقل على التراجع نعم تحدث التقرير أيضا عن أن معركة طوفان الأقصى تسببت أو أحدثت ضررا ستراتيجيا كبيرا على الكيان الصهيوني وهو ضرر سيكون طويل الأمد ما هو هذا الضرر شكل هذا الضرر استراتيجي على الكيان الصهيوني بفعل طوفان الأقصى لعل بعض الملامح ذكرت في الأجبل الأولى هو ضرر عسكري أولا ثم ضرر سياسي ثم ضرر إعلامي ثم ضرر أخلاقي هذا الضغط العالمي هذه التظاهرات التي ملأت بلاد العالم كلها التي تندد بالجرائم جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني هذا القتل للمدنيين بهذه الطريقة تدمير هذه المدينة على رؤوس ساكنية استهداف المستشفيات قتل النساء قتل الأطفال قتل الرجال الكبار كل هذه الأمور قتل حتى استهداف طواقم الإسعاف استهداف سيارات الأسعاف هذه عرت فلنقول وسيلة الدفاع الأقلاقي للكيان الصهيوني أمام العالم وأنه مظلوم ظهر الآن بشكل واضح وصريح أنه هو الظالم ليس الضحية كما أخطأ المسؤول الصهيوني عندما قال نحن نسنا الضحايا تكلم بلسان الصدر نعم أول مرة يشهد العالم تسليطاً إعلامياً كبيراً وفضحاً لمظلومية الكيان الصهيوني واليهود وأنهم ضحايا الآن هم يقوم بدور الجلات هم يقوم بدور الذي يذبح الضحايا من الشعب الفلسطيني ممثلة للأمة جميعاً فهذه كلها قسائر مردوداتها وآثارها وتداعياتها ستستمر كثيراً وسيحتاج الكيان الصهيوني والمنظومة الغربية إلى وقت طويل لتداركها ولن تتدارك لأنه تم تزين نقطة ضعف كبيرة جداً وفتحت الباب على تفاعل وتعاطف وتعاون ودفاع عن قضايا الفلسطينيين وقضايا الأمة لدى الشعوب الحرة في العالم قدراً كبيراً جداً قد يعيد وأنا حقيقة متفائل بهذا الجانب قد يعيد للقضية الفلسطينية وقضية القدس تحديداً ما كان لها من دعم كبير جداً في عقود ماضية نعم هناك من أيضاً يحمل التطبيع مسار التطبيع جزء من مسؤولية إغراء الكيان الصهيوني أو عدم خوفة أو ردعة من ارتكاب مجازر وحشية موجودة في غزة وطبعاً في غير غزة أيضاً ما هي مسؤولية مسار التطبيع قطار التطبيع الذين طبعوا مع الكيان الصهيوني في هذه المجزرة في هذه المقتلة أو المحرقة الموجودة في قطاع غزة هذا الكلام صحيح قصد هؤلاء لم يقصدوا استفاد الكيان الصهيوني من عملية التطبيع لأنه في عملية التطبيع المراد منها أولاً حماية الكيان نفسه نعم بدلاً أن يكون كيان مزروع شهاد غريب مزروع جرثومة خبيثة مزروعة في بيئة نظيفة وخالصة وسليمة اللي هي جسد الأمة التطبيع سيحول أن هكذا يظن جزء من النسيج جزء من هذا النسيج وتصبح الأمور طبيعية هذا سيضعف ماذا؟ يضعف المناوئين لهذه الجرثومة المناوئين لهذا الكيان يوماً بعد يوم بدايةً بالمقاومة الفلسطينية والمقاومة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي فهذا شجع الكيان الصهيوني على أن يقوم بخطوات أكبر وأكثر في محاولة خنق القضية وتحديداً قطاع الحقيقة دكتور وزير الخارجية الإسرائيلي والمتحدث باسم البيت الأبيض تحدثوا أن الكثير من الأنظمة العربية تحدثهم في العلن غير الحديث في السر وتطالبهم بتزديد مزيد من الضربات للمقاومة في فلسطين طبعاً هذا ليس جديداً وليس غريباً وأنا أستغرب حقيقة من استغراب بعضهم ومن الكلام عن التخذيل العربي ليل النهار عندما نتحدث عن قدلان على سبيل مثال حزب الله وحسن نصر الله وإيران للقضية نعم فقط كمثال يقولون خذلنا ماكو داعي للكلام طيب إذن العرب خذلنكم الأنظمة تحديداً الأنظمة العربية الرسمية وليس العرب هذه نقطة مهمة جداً الشعوب فعلت ما تستطيع إذن النظام العربي خذلكم وهي دول كما يقول كثيرون بأن الدول وظيفية تؤدي ما يراد منها إذن لماذا العتب ولماذا الزعال هذه قضية ليست جديدة ليست غريبة فهذا كله ساهم في ماذا في إعطاء انطباع لدى الكامل الصهيوني والإدارة الأمريكية والعالم الغربي الداعم لهم بأنه يمكن إنهاء القضية في توقيتات غريبة لذلك إحدى تفسيرات معركة الطوفان الأقصى أنها كانت معركة استباقية لوقف قطار التطبيع ولا سيما كان هناك غير غريب طبعاً وشائع في دوائر معينة بأن هناك محاولات لاستبدال حماس ومن معها في قطاع غزة بسلطة بإدارة جديدة سواء كانت من السلطة الفلسطينية محمود عباس أو من السلطة الفلسطينية أسماء أخرى أو غيرها المهم إيجاد حالة جديدة في غزة جاءت معركة الطوفان الأقصى بغض النظر إن كان هذا مقصوداً لمن قام بها وخطط لها أو غير مقصود كانت أشبه بالمعركة الاستباقية أو الوقائية حتى نكون أدق الوقائية لإفشال هذا المخطط وهنا سؤال إذا كانت أمريكا تقوم بحروب استباقية ثم حروب وقائية وتنظر الحروب الوقائية في كل مكان العالم وغزة أفغانستان والعراق على هذا الأساس فهل هذا يجوز لها ولا يجوز على سبيل المثال للمقاومة الفلسطينية مجرد سؤال نعم أيضاً هذه المعركة الحقيقة وتعاطي الميديا الصحافة والإعلام الغربي مع هذه المعركة وما يجري طبعاً من مجازر ضد الفلسطينيين الحقيقة فضحت وعرت بشكل كبير القيم الغربية الأحاديث عن حرية التعبير عن حقوق الإنسان عن حرية الشعوب عرتها بشكل فجوة أيضاً يعني كانت فاضحة معركة الطفال أقصى كانت فاضحة كيف فضحت هذه القيم الغربية هذه الناس حقيقة الشعوب ذبحت هذه من النتائج الإيجابية للمعركة عندما نقول استراتيجية إذا ركزنا على هذا الجانب نعم فضحت فضحت أولاً القيم الغربية فضحت الأنظمة الغربية فضحت الإعلام الغربية فضحت منظمات حقوق الإنسان الغربية وكشفت عن الكذبة الكبيرة التي كان يخدعهم بها العالم كلنا نعلم بأنه هذه مجرد أكاذيب وأنها لا تطبق إلا بشروط خاصة وعندما تخدم مصالح هذه الدول وهذا العالم الغرب المتنمر المتوحش فلنقول هكذا توحشه ظهر في ماركة غزة ولكن كنا نحتاج إلى قضية تبرز فيها قضية العراق كان الكل لا يستطيع أن يتحدث لأن العدو أمريكا وبالمناسبة هنا تبين من معركة الطوفان الأقصى أن المعركة مع الكيان الصهيوني معركة مع الوكيل الأمريكي في المنطقة بينما كانت المعركة في العراق وإفغانستان مع العدو الأصيل وهذه نقطة مهمة بقيت الشعوب فترة طويلة أو مدة طويلة لا تدركها ولا تعي أسباب ما حصل في أفغانستان والعراق لأن تكشفت الأمور فإذن إن كشفت هذه الكذبة الكبيرة في المنظومة الغربية بفضل معركة الطوفان الأقصى إن كانت معركة أفغانستان احتلال أفغانستان واحتلال العراق كشف فكرة عودة الاحتلال بشكل الجديد في القرن الحادي والعشرين وإذا كانت ثورة سوريا كشفت عن طبيعة النظام الإيراني وأثر الخطير في المنطقة فإن معركة الطوفان الأقصى عرت النظام الغربي من القيم المدعات لحرية الإنسان وحقوقه وما إلى ذلك وهذه نقطة إيجابية أيضاً تسجل لمعركة الطوفان الأقصى في الجانب الإنساني والأخلاقي في الحقيقة أحد الغربيين قال بعد هذا التعاطي الغربي مع المجزرة الموجودة في أفغانستان لا أحد سيبقى يسمع لنا عن محاضرات الحرية والتعبير وحرية الإنسان وتقرير المصير هل الحقيقة هذه أيضاً هذه بضاعة كسدت ما عاد بإمكان العالم الغربي أن يسوقها على الناس ويذبحهم أيضاً بحجة أنهم سيزودهم بهذه البضاعة الآن انتهت لا أحد سيسمع نعم هي قد لا تنتهي تماماً سيبقى مغفلون هنا وهناك يصدقون ويروجون ويبقى الإعلام المأجور سواء كان في منطقتنا أو خارجها ولكن أضعفتها ولا فعلاً هذا تخوف كبير لأنه الآن أصبحت مشكلة أخلاقية وجابه بها كل متحدث غربي يدعيها يسحبه المستمع أو المشاهد أو المناقش إلى موضوع فلسطين وطوفان الأقصى وغزة وما إلى ذلك فيوقعونهم في الإحراج ورأيتم مشاهد كثيرة من إحراج كثير من السياسيين والإعلاميين الغربيين والصهايين عندما يتحدثون في مجتمعات عامة نعم بعد إذن ضيفنا وأيضاً المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار مع ضيفنا الدكتور مثنة حارث الضاري مسؤول قسم السياسي فيية علماء المسلمين في العراق بعد الفاصل نعود بقوة معنا ترجمة نانسي قنقر في العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف هرول 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 طبع هموموموخيام ما الحيوانات بس إحنا البشر قاعدين بيه اللي ماكو حكومة عراقية هناك من مات في الصحراء وهناك من ذهب باتجاه بغداد وأغلقت في وجه أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار ضيفها الدكتور موثنى حارث الضاري مسؤول قسم السياسي فيية علماء المسلمين للحديث عن التقليل السياسي الدوري الذي يصدره القسم السياسي في الهيئة دكتور حقيقة الموقف الإيراني كان موقفاً يتحول حقيقة إلى محل التهكم والسخرية بعد معركة طوفان الأقصى كانت هي رأس وما زالت رأس ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة هناك مئات الآلاف من الصواريخ الذكية في كل مرة يصرح المسؤولون الإيراني العسكريون أنه بإمكان إيران أن تدمر الكيان الصهوني بسبع دقائق أحدهم قال أنه سيد نصر الله ممكن يدمر وزارة الدفاع بضغطة زر ولكن بالنهاية الموقف الإيراني كان موقفاً هزيلاً وجلب على نفسه التهكم والسخرية كان مفاجئاً لكم أم مقرؤاً ومشخصاً الموقف الإيراني فقط المعركة فضحت طبعاً ليس مفاجئاً في التقليل ذكرنا أنه ليس مفاجئاً وخطابنا السياسي والإعلامي معروف ومن سنوات طويلة بس يبدو هناك مئات الآلاف الملايين مخدوعة بهذا الخطاب هو قلنا قبل قليل بأنه الثورة السورية كشفت عن حقيقة البعد الإيراني دكتور حتى بعد الثورة السورية هو أنا أريد أكمل على هذه أنه في الثورة السورية في موضوع احتلال أفغانستان ثم احتلال العراق كانت الصورة واضحة وظاهرة بالنسبة للعراقيين ومن هو معني بالقضية العراقية ومتابع لها بعد الثورة السورية انكشف الأمر للإخوة في سوريا ولشعوب المنطقة تقريبا في الغالب لكن بقي قطاع معين بحكم الدعاية الكبيرة والدعاءة الإيرانية بوقفهم من مقضية فلسطين وتحرير القدس وما إلى ذلك ودعو دعم المقاومة في فلسطين بقي قطاعات معينة من الشعوب العربي ولا سيما الفاعلة في سياق القضية الفلسطينية متأثرة بهذا الخطاب بين مصدق تماما أو مصدق يعني بنسبة معينة أو غير مصدق ولكن يرى أنه العلن غير الواقع يحتاج إلى أدلة ووقاع أكثر مع أن وقاع الثورة السورية أضمه العراقية كانت كاشفة بل حتى معلومة يعني في عام 2004 التقينا بحسن نصر الله في أحد المؤتمرات في بيروت تحديدا كان مؤتمر عن المقاومة العراقية كانت المقاومة العراقية في جهوها وقمتها وتصديها لاحتلال أمريكي ماذا قال حسن نصر الله لنا كوفد يمثل المقاومة العراقية والقوى المناهضة لإحتلال بهذه الصيغة أستغرب كيف أن الفئة الفلانية من الشعب العراقي التي قاتلت الصهاينة في جنوب لبنان ترحب بالاحتلال الأمريكي ومفهومة أظن الموضوع لا يحتاج لا يدخل فيه مسايمات أو ضو وكان في حالة يعني في كل أقولها للصراحة والوضوح كان كأنه هذا الوفد الذي التقى به من المقاومة والقوى المناهضة لإحتلال كأنه نزل عليه من السماء حفاوة وترحاب وتقدير لفعل المقاومة وامتنان وحالة انبهار نفس الحالة التي عاشتها للأسف بعض الشعوب العربية مع مقاومة حسن نصر الله بعد ذلك بسنتين فقط عندما ترسخت العملية السياسية وامتدت الوشائج بينه وبين الأحزاب والميليشيات الإيرانية في العراق وبناء على أوامر الولي الفقه صدر القرار بدعم العملية السياسية والنظام السياسي في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي نتيجة التخادم الأمريكي والإيراني حتى أن حسن نصر الله وحزب الله أصدر بيان نعي بوفاة عبد العزيز الحكيم باعتبار واحد من الجرات لكن أنا أقول أيضا صدر ظهر في حواء في كلمة في أحد المؤتمرات في سنة 2006 في بيروت واستغل موضوع القاعدة وقتها وقال ما يجري في العراق إرهاب وكيف يمكن لفئة قليلة من شعب أن تقرر أن هذه مقاومة ونسي أنه أيضا من فئة قليلة في لبنان ويقود مقاومة ويهيمن على القرار اللبناني يستبعد كل الأطراف اللبنانية الأخرى حدث التغير ذلك الوقت جاءت الفرصة المناسبة للتخلص من مقاومة أقول صراحة الآن مقاومة سنية حتى تبقى مقاومة حزب الله ومقاومة إيران في المنطقة ثم بدأ مسلسل تنكر حزب الله لا أقول للمقاومة العراقية وانتنكره للعراق وغيره بل انقراطه في سياق العملية السياسية ودعمه لأحزاب العملية السياسية بل وتشكيله لميليشيات خاصة به في العراق والاستفادة من الوضع العراقي للاغتناء المالي لحزب الله إذن غير متوقع من حزب الله ولا أدوات إيران في المنطقة وتزوير تاريخ المقاومة وسحبه على ميليشيات حاول سرقة تاريخ المقاومة لكن تاريخ المقاومة مشرف وهذه فائدة بارك الله بذكرتني الآن موقفه الآن بيّن أن ما قاله في الحوار الطويل جدا غير صحيح وأنه كان يدعي شيئا ليس له وإنما المقاومة العراقية الحقيقية طيب إذن ليس مفاجئا لنا بل نحن خسرنا كثيرا من العلاقات خسرنا كثيرا من الصداقات تعرضنا لكثير من النقد والطاعد لأننا نركز على هذا الجانب جاءت ساعة الحقيقة الآن وانكشف كل شيء وإخواننا في الشام يقولون ذا بالثلج وظهر البيدار وما إلى ذلك القصة واضحة لماذا لم ينخرط حسن نصر الله ولا إيران في المعركة لالتزامهم بخطوط وحدود هذه المعركة وعدم توسعة المعركة كما يقولون في قطابهم حتى لا تشكل خطر على المنطقة طيب ما هو الخطر حاصل في المنطقة حلف المقاومة والممانع المدعى إذا لم يستخدم اليوم سنتحدث عن الخسارة التي أصابت هذا المحور لم يكن مفاجئة لنا بالعكس كنا نتوقع هذا الشيء وحصل وانكشف الآن للجميع وبدأ كثير من من كانوا يصدقونه يتراجعون عنها والتراجعات كثيرة لأقلام معروفة لشخصيات نافذة لإعلاميين مشاهير الرجوع للحق أبضل من التمادي في الباطل بالضبط هذا كما قال بعضهم نعم دكتور الحقيقة سؤال أيضا رجعنا إلى المربع الأول هل إيران وميليشياتها معنية فعلا بتحرير فلسطين تحرير الأقصى استعادة يعني فلسطين لكن هناك ظروف دولية قوى غربية الحقيقة لا تتيح لها الفرصة أقوى منها هي كانت هي تتمنى موظفة كل إمكانيات هذا السؤال هل هي فعلا معنية لكن التيار أقوى منها أم أن القضية الحقيقة عبارة عن استثمار ومطية للدخول إلى عالم عربي في هذا ما يسمى بمشروع إيران في المنطقة القضية واضحة استثمار لكن نحن لا نريد أن نقول استثمار هكذا ويقول أن هذه مصادرة أو هذه وجهة نظر وإسقاطات وما إلى ذلك هي استثمار استثمار لأننا نعرف طبيعة النظام الإيراني كيف قامت ما تسمى الجمهورية الإسلامية في إيران نعرف ما هي النظرية الإيرانية في طريقة التعاطي والتعامل مع قضايا العالمية وقضايا الإقليم وقضايا منطقتنا جميعا نعرف أن الأهداف أساساً أهداف خاصة جزئية تتبع للأسف نظام فكري وعقدي معين ولا تتبع نظرية عامة للأمة النظرة للسواد الأعظم للأمة لمعركة الأمة الاستراتيجية مع عدوها سواء كان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وفي مرحلة ما الاتحاد السوفيتي أو روسيا الآن وما إلى ذلك غير المعركة التي تريد أن تقاتل فيها إيران وهذا سبب فقاء هذا النظام على مدى هذه العقود الطويلة وتراخ النظام الغربي عن إنهائه كما حصل مع أنظمة أخرى لأنهم يعرفون تماماً أنه نظام وظيفي استخدم الآن هذه العبارة نعم نظام وظيفي سواء كان باتفاق أو بغير اتفاق طيب فلنقول أنه الظروف حالة لا نقول أنها قضية في النية ولا ندخل في النيات ولا نقول استثمار طيب وانت صار لك عقود تتحدث عن الطريق للقدس وتحاول أن تجد طرق للقدس الله جاب لك طريق بغداد صار عندك طريق مباشر بغداد لمشغل جولان القدس أقصر طريق ممكن طيب صارت الثورة السورية لقيت طرق فرعية صعدت الحلب والحمص وغيرة والقصير وغيرة وكل التي توصلك بالقدس بينما الآن صارت القدس عن طريق جنوب لبنان نعم ما أقصر طريق ما هي إلا كيلومترات قليلة راحوا لطريبيل راحوا لطريبيل الطريبيل ماذا يفعلون؟ يتظاهرون وآخرون يقولون بأن نفتحوا لنا الحدود حتى نروح للجولان حدود جنوب لبنان مو حتى نقاتل مع النجبة مفتوحة حتى نضار ونستنكر طيب الآن المعركة حاسمة وحلفائك حماس والجهاد وغير من الفصال الفلسطينية دخلوا معركة يعني كسر عظم معركة وجود معركة إنهاء الكيان ودعوكم للاشتراك في هذه المعركة ضمن وحدة الساحات وأنتم تبشرون بهذا ضمن وحدة الساحات عندما حانت ساعة المعركة قلتم نفكر المعركة فلسطينية التوقيت فلسطيني لم نستشار دخولنا في التوقيت المناسب توسعة المعركة ما فيها مصلحة كبيرة قد تعود بالضرر على المنطقة طيب واños ونتم ضررين المنطقة أنتم سببوا الضرر للمنطقة سببوا الضرر للبنان سببوا الضرر للعراق والسوريا واليمن وغيرها الضرر عندما يقع منكم حلال وعندما يقع من الآخر هل هناك ضرر أكبر من هذا عندما تباد غزة عندما يسعى الكان الصهيون العالم الغربي لإنهاء القضية الفلسطينية بحجة الإرهاب الفلسطيني طيب شارك في المعركة مشاركة محدودة مشاركة محسوبة لكن لا حزب الله يعي تماما أن دخوله في معركة مع الكان الصهيوني هذا بغض النظر عن الأوامر الإيرانية والتهدي أو وزير الخارجي الإيراني طار مباشرة بعد يومين أو ثلاثة من المعركة إلى لبنان وإلى دول أخرى في المنطقة يوصي بالتهديع وعطى الأوامر لكل أذرع في المنطقة ضربونا كم صاروخ سووا معركة مع برج دزوا صواريخ وطاية مسيرهم بعد 2800 كيلومتر من اليمن درر للرماد في العيون درر للرماد في العيون ولكن لا تدخلوا المعركة لأنه 2006 حسن نصر الله قال وقت تذكرون التصريح أنه شعر بالندم على نتيجة الأثر نقطة مهمة في هذا الصدد فيما يتعلق بطريقة تعامل حزب الله مع المعركة خطابه المشهود وينتظرونه الناس وغيره وكذا وكذا وطلع الخطاب كله يعول على أمرهم الأمر الأول متابعة الأحداث والأمر الثاني شوف تدعيات المعركة طيب هاي كل جهة في العالم الآن جاعة تتعامل مع هذا الموضوع بهذه الطريقة حتى القمة العربية اليوم متعاملة مع الموضوع بهذه الطلبة المطبعين المطبعين أو غالب المطبعين ما الجديد في الموضوع ثم خطابه اليوم خطاب السبت بعضهم صرح بعد خطابه الأول نفض يده وقال حسن نصر الله خيّى بظنه نعم بعضهم اليوم يالله صرحوا لأنه اليوم ماذا يقول حسن نصر الله يعول في إنهاء المعركة في إنهاء الإبادة ضد غزة بالشارع الأمريكي أن الشارع الأمريكي والجماهير الأمريكي عندما تضغط على الإدارة الأمريكية ستضغط على إدارة الكامل الصيوني لوقف المعركة والإبادة وتوسعة المعركة طيب إذن إذا أنتهيش مقتنع السؤال في ناشطين ومنظمات مجتمع مدني طيب ادخل ووسع المعركة بحسابات معينة حتى زيد الضغط على الشارع حتى الشارع يزيد الضغط إذا نظريتك أكذا هذا أولا ثانيا طلعت المعركة كلها مثل معارك الأنظمة العربية والزيارات والمؤتمرات متعويل على قوة مقاومة الترسان العسكري التي لدى حزب الله هي أضعاف ما لدى الفصال الفلسطينية مجتمعة وبإمكان أن تحدث فارقا كبيرا في المعركة على الأقل في شمال فلسطين في الجليل الأعلى وما حاولوا تخفف الضغط بنسبة كبيرة عن غزة لكن كل هذا لن يحصل لما لأنه إذا حصل بمعنى إعادة رسم الخرائط في المنطقة تحرير بيت المقدس المحرر هي المقاومة الإسلامية الفلسطينية المتحررة من وهم الدعم الإيراني وهم لا يريدون هذا يريدون قضية القدس معلنة حتى تكون وسيلة للأسف للأسف أقولها للضحك على ذقون العرب والمسلمين فقضية فلسطين لدى الإيرانيين وأذرعهم في المنطقة وسيلة وليست غاية لو كانت غاية لحسموها منذ وقت طويل جدا بناء على ادعاءاتهم فهذه نظرتنا وهنا أدعو حقيقة كل من يقول الآن انكشف حسن نصر الله خذلنا حسن نصر الله لا داعي الحديث عن الخدلان أقول لهم طيب لا داعي الحديث إذن عن الخدلان النظام العربي الرسمي لماذا من الصباح للمساء نتحدث عن هذا الموضوع وعندما يأتي أحد مثلنا مثل هيئة أو مثل غيرها ويقول حسن نصر الله لا أخي ندعو الأمور هذه خلونا ننشغل بالمعركة لا هذا جزء من الانشغال بالمعركة عندما حليف رئيس يمنيك ويقول لك أنا معك وضربت أنا مثل في أحد اللقاءات واختم به هذا الجواب ومثل عراقي مشهور وتعرفونه جميعا هذا الشخص اللي شاي البندقية وشاي الخنجر وشاي الهراوة به دخل نقول مقوار احنا بالحامية العراقية وشاي المسدس يا أبو فلانش دعوة شاي لذني قال ضامه لليوم الأسود خافي تلقاني حتى لقاه يوم حرامي وخدم منه البندقية والمسدس والخنجر والمقوار ومطاول اللي الله قاسمه فحزب الله نفس القضية نجهز كل هذي اليوم لليوم الأسود وليوم خمسين ألف صاروخ وعشرين ألف استشهاد يقول أحد أنصاره أينهم المهم الدكتور الحقيقة هناك من يتحدث أنه هذه معركة طوفان الأقصى كما تسببت بخسارة للكيان الصهيوني في الهيبة في السمعة في المكان أيضا أصابت إيرانا ومحورها بخسارة كبيرة جدا ما هي أبرز خسائر إيران ومحورها من بعد معركة طوفان الأقصى أنا تحدثت عن جزء من عندها لكن إذا كان أكو أشياء نعم نقرة نكمل استثمار إيران في المنطقة وتحديدا في العالمين العربي والإسلامي هي في الشعارات هي في محاولة تكسب تعاطف الناس معها عندما تستغل موضوع التطبيع وها ما عنده مشكلة في هذا الموضوع لأنها تطبع بطرق أخرى ولكن عندما تنساق الأنظمة العربية بحكم طبيعتها وطريقة التكوينة والظروف التي نشأت فيها وضعفها أمام قوة أخرى ليس تبريرا أنقل ما تقوله الأنظمة هذا كله لا يبرر ارتمت في أحضان الكيان الصهيوني خوفا من إيران لا هي الدعاء الخوف من إيران إيران تستغل هذا الظروف أمام نظام عربي رسمي للأسف فينهزامي يهرول إلى التطبيع فهي ترفع السقف نحن فقط في الساحة نحن فقط الذين لا نطبع نحن أنصار القضية الحقيقية فتجارته واستثماره في الكلام في المشاعر في العواطف الآن ضربت في الصميم بهذا الموضوع نعم فهذه خسارة رئيسة لذلك الخاسر الأكبر مع الكيان الصهيوني في هذه المعركة إيران وأتباع إيران في المنطقة نعم فيما يتعلق بالموقف الرسمي الموجود الآن في العراق وموقف الميليشيات من معركة الطوفان الأقصى هناك الحقيقة في العراق كأنه لا دولة هناك مواقف الدولة البيروقراطية شكل ودولة الميليشيات شكل كيف يمكن قراءة هذا المشهد بشقيه البيروقراطي أو الرسمي بين قوسين والميليشياوية هو الموقف واحد ولكن فيه مستويات بحكم أن الصورة الترادة أن تعطى للسوداني بأنه رئيس حكومة وأنه يحاول أن يخرج بالعراق من عنق الزجاجة وأنه يحاول يقلل نفوذ الميليشيات وسلاح الميليشيات وإيرانية ويتعاون مع العالم الغربي وتحديداً مع أمريكا بقدر معين ممكن أنه يعيد لصورة العملية السياسية والنظام السياسي يعني بعض الشيء هذه الصورة المعطات ويحاول فلنقل فلنقل يحاول السوداني ومن معه أن يظهروا هذه الصورة لكن هناك محددات هناك سقف لذلك خطابه الأول خطاب عن تري ويهدد ويرعد ويزبط وللأسف بعض الناس ما شاء الله خطاب قوي طيب هذا الخطاب يتناغم مع الخطاب الإيراني الراعي الرسمي له لكن عندما جد الجد وبدأت عملية تضييق نطاق المعركة كما قالوا وعدم توسعه وبدأت الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي والسفيرة الأمريكية في بغداد اللي اتكاد تجري اجتماعات السبوعية مع السوداني وغيره وين الموقف الرسمي؟ انتهى الموقف الرسمي واندمج وصار رئيس وزراء العراق حامل رسائل إلى الولي الفقيه وإلى الرئيس الإيراني ولعل حمل الرسائل التوسعة تم حسمه الإيرانيون اتفقوا مباشرة مع الأمريكان بطريقة أخرى عبر وسطاء آخرين على عدم توسعة المعركة وما يحتاجون يرسلون رسائل خطاب حسن نصر الله وطريقة إدارة النظام لأن الموضوع واضحة لكن راح هو ممكن يتباحث على موضوع الرهائن وما إلى ذلك يعني بدأ يقدم خدمات للجانب الأمريكي والجانب الصهيوني بطريقة غير مباشرة ماذا بقي؟ تلجم الميليشيات ولكن نعطي هامش بسيط هامش يسير عفواً للميليشيات لتطلق صاروخنا وقذيفه هناك على طريقة حزب الله حزب الله وعلى طريقة النظام الإيراني في رسائله إلى بايدن اللي كشف عنا وإذا كشه هو معروف للجميع هذه القواعد اشتباك إيرانية وهذه ضوابط المحددات التي تحكم عمل الميليشيات؟ هذه التي تحكم عمل الميليشيات وإلا لو كانت الميليشيات حقيقة خارجة عن إرادة ما يسمى رئيس الوزراء خارجة عن الإرادة الإيرانية وأن الإيراني أيضاً يستفيد يقول يا بحنا نجع نضغط بس اعذرونها تصير تفلتات وغيرها مشاعر الشعوب وغيرها طيب ما هذه الميليشيات كان عبارة الحدود الأردنية وصلت للضفة الغربية من زمان كان عبارة الجولان المفتوح وحليفهم بشار الأسد موجود في دمشق وغيرها لماذا هي العنتريات على الحدود بين العراق والأردن يعني فعل أشياء كان المالكي في سنة 13 يقول قطعة وأرزاق الناس تظاهرات والاعتصامات على الطريق السريع محافظة الست الآن هم قطعوها علناً وفعلاً وبدأوا يوصلوا الرسائل للمزايدة على الدولة هذه الدولة تلك أو غيرها نعم فلنقول بأن هذه الرسائل هدفها الأول والأخير إظهار بأن هناك هامش وأن الميليشيات غير منضبطة بقرار الدولة طيب دماغات غير منضبطة عفواً بقرار الحكومة لا توجد دولة في العراق طيب لماذا لم نرى منها فعلاً جدياً واستهدافاً حقيقياً للقواعد الأمريكية في العراق استهداف مؤثر استهداف حقيقي موجود دكتور قالوا الاستهداف لن يتوقف إذا لم يتوقف تتوقف هذه المجازر الموجودة وخلنا أسألك هذا تكملة في غزة حسن ناصر الله في الخطابين أنا استمعت للخطابين هناك تركيز كبير على ما يسميه المقاومة الإسلامية في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق كأنه حملهم مسؤولية كبيرة القاءة تبعة باعتبارها يعني لماذا هذا يعني هو عجبها ليش المقاومة هو هذا الغريب يعني ما رب نضرب مثل خلنا نتكلم بضوحة بصراحة طيب انت على الجبهة نعم على الحدود مع فلسطين قوات الكن الصهيوني أمامك صير دورك الآن حارس مرمى تنضرب تضرب ما تنضرب ما تضرب طيب وتطلب من المقاومة يسميها المقاومة الإسلامية في العراق على بعد تقريبا بال 1500 كيلو واليمن 3000 كيلو و3000 كيلو وغيرها لماذا لأن هؤلاء بإمكانهم يطلاق صواريخ يطلاق رشقات كل تقع في محيط هذه المعسكرات والقواعد وصواريخ جماعة جند الله كما يقولون أو إيش أنصار الله لا تكاد تصل إلى فلسطين ويقع قسم منه في السعودية وقبالهم القاعدة الإسرائيلية في دهلك في ألتيري 40 كيلو لا أنا راح أقول لك شغلة بعد أكبر من هذا وقد تسمع عنه قريبا نعم فإذا كل محاولة إبعاد بما أنه مقصر فيحاول يقول يكبر ويعظم وللأسف أكو بعض الناس مصدقين بأنه هي مقاومة وراحة وزارة العراق للأسف الأخوة الفلسطينيين وسامة حمدان بقادة الميليشيات نعم وسامة حمدان كأنه يتأمل منهم وهو الوحيد للأسف من القيادات الفلسطينية البارزة والكبيرة قال عن خطاب حسن نصر الله خطاب استراتيجي بينما الآخرين ما بين السكوت وما بين العتب واللوم وما لذلك أما بالنسبة للحوثيين نعم وهنا يعني أمر غير مثير الاستغراب الحوثي من البداية الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الموت لكذا الموت لكذا والدعم الغربي والأمريكي حاصل تحت هذه الشعارات احتلوا صنعاء وقضوا على الثورة اليمنية الحقيقية على المجاهدين الحقيقين والتعاون الدولي والأمريكي وغيرهم وغض النظر عنهم والضغط حتى على حلفاء أمريكا في المنطقة ولا سيما السعودية واضح جدا في هذا المجال طيب الآن وقد تسمع قريبا وممكن يقومون بهذه الخطوة الدعائية أيضا من باب المندب قريب عليهم على بعض خطوات دعم لماذا لا يقومون بشيء من هذا القبيل وقد يقومون بهذا الشيء قد يقومون ولكن إن قاموا به أو من باب الإلهاء وتصديق هذه المزاعم بل إيران نفسه مضيق هرمز هذا اللي كانت أدنى مشكلة مع دولة عربية أو مواسم الصراعات الإعلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تهدد حركة النقل في مضيق هرمز فما بالك بمعركة استراتيجية بهذه الضقامة وهذا الحجم ما تخفف الزخم هل فعل أنه حسن نصر الله أشغل 30% من الجيش الصهيوني طبعاً هذا يضحك بها على من ما شغل نفسه لكانه الصهيوني ولا شكله خطر كبير جداً بالعاكس خسائر الواقعة في جنوب لبنان وتحديداً في صفوف حزب الله بل في المنطقة التي يقاتل فيها والمناسبة المنطقة التي يقاتل فيها منطقة ليست منسجمة معه فكرياً معاقدياً وغيرها صارت ساحة معركة وكثير من هذه القرى أهلها مهجرون إلى بيروت وصيدة وإلى طرابلس وغيرها بسبب المعارك العنترية ولا حتى هذا الإشغال خفف من المجازر أو القصف لم يخفف فيه طيب ماشي نتماشى معه ونقول طيب هذا الإشغال للكيان الصهيوني أربك الخطة العسكرية الصهيونية وخفت الضغط طيب الضغط ما خفف إذن ما يكو إرباك إذن ما يكو إشغال قضية منطقية عقلية هذه مقدمة وين تجدها دكتور أيضاً في الدقاقة الأخيرة كيف يمكن تقييم هذا الموقف الشعبي العربي والإسلامي وهو واضح أنه موقف متقدم على الموقف الرسمي يعني هل يعول عليه هل يمكن أن يراهن على هذا الموقف الشعبي في إحداث شيئ ما أولاً نقرر القواعد الموقف الشعبي العربي والإسلامي متقدم دائماً على الموقف الأنظمة حتى عندما كانت الأنظمة يرتجى منها بعض الخير فما بالك الآن هذه نقطة النقطة الثانية أنه هذا التفاعل الكبير وواسع ولكنه ليس في المستوى المطلوب والأسباب واضحة حالة محاصلة ومضايقة الشعوب العربية أصبحت أكبر وأكثر من السابق ثم تغييب جزء كبير من وجوه الأمة مفكري الأمة علماء الأمة بالتضييق بالسجن بالتهجير بالقتل في كثير من بلداننا وشغلهم بقضاياهم المحلية أيضاً خل نخبة كبيرة من هؤلاء لا تظهر في الساحات ولا تستطيع وطبعاً هذه استفادوها من مخرجات الربيع العربي الأمر الثالث والمهم في هذا الموضوع أنه لا يمكن لهذه الجهود الشعبية أن تحقق ما نريد لم يكن هناك تحرك عربي رسمي حقيقي حتى لو لجزء من النظام العربي الرسمي لا يعني هذا أننا نعود وإنما نتكلم الآن من باب المنطق من باب السياسة من باب الواقع ولكن كواقع حال لا يمكن أن نعول لا على النظام العربي الرسمي ولا على التحركات الشعبية ولكن هذا اللي نستطيع أن نفعله التحرك الشعبي والتظاهر وإعلاء الصوت هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به كل مسلم ينبغي أن يقوم به كل عربي والشعوب الآن تؤدي هذا بطريقة إلا من دخلت لهم بعض الدوائر عن طريق التثقيف أو عن طريق التشكيك في طبيعة المعركة في أنها مغامرة في أنها استفزاز العدو في أنها وهذه كلها رد عليها ولكن نحتاج أن نتحدث عنها أكثر وأكثر وهي أن القصة ليست بهذه السهولة والإصر أن حركة في غزة رأت أنها تهاجم العدو العدو محتل صار له 75 سنة والقضية تهم الأمة جميعا نخليها في هذا الإطار العام فصير مبادئة العدو للتحرير قضية توقيت وليست قضية اجتهاد وإنما نخبة قامت بدور أو بدورها نيابة عن الأمة ننظر للمنظوع من هذه الزاوية بارك الله في ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول قسم السياس في عية علماء المسلمين في العراق كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة